السلام عليكم لقيت التغريدة دي لتوكل كرماني تاريخ التغريدة هو 29 مايو 2019 وقت نعقاد القمة العربية الاستثنائية وبتتكلم فيها عن استضافة السعودية لآخر قمة قبل انهيار نظام الحكم فيها ده على حد وصفها خلونا نقرأ التغريدة لان في حاجة مهمة لازم ان احنا ننبه عليها وننتبه لها كويس جدا في اعتقادي ان هذه آخر القمم التي ستشهدها السعودية قبل سقوط نظام آل سعود الشائخ حينها ستتنفس جميع شعوبنا السعاداء ففي حرية شعب نجد والحجاز خلاصنا طبعا في بعض الناس هتقول ان ده كلام واقع وفي منتهى اللي انحطط ده كلام سليم جدا بس مش هنا المشكلة يا جماعة المشكلة بتكمن في نقطتين مهمين جدا النقطة الاولى هي ان توكل كرماني اليمنية الاصل والتوركية الجنسية بتحشر ملاخيرها اللي شبه من قار البومة تحريضا ضد السعودية مع ان عاصمة بلدها اليمن صنعاء تحت الاحتلال الايراني فبدل ما الطالب بتحريق بلدها من قبضة الاحتلال الايراني شغالة تحريض ضد السعودية وضد دول تانية وده طبعا له دلالة مهمة هنعرفها اكيد بعد شوية النقطة التانية بقى وهي الخطورة بحد ذاتها زي ما انتو شايفين في التغريدة في كلام تحت منه خط احمر توكل كرمان بشكل خبيث الهدف منه حرف البصلة بتربط ما بين تنفس الشعوب العربية الصعداء وما بين انهيار الدولة السعودية وبتعتبر ان في ذلك خلاص لها طبعا الكلام ده يا ما اتكلمت عنه وهو دليل على ان توكل ومنع على شاكلتها مجرد مرتزقة وادوات لغايات واجندات معينة والهدف هو حرف بصلة الشعوب العربية عن عداءها الحقيقين توكل زي الباربران الملقن بكلام بتردده علشان يخدم اجندة ممولها ورعتها اللي بيهدفه لصنع شرق اوسط جديد مؤسم وملئ بالصراعات عن طريق نشر الكراهية والفتنة والتحريض على اسقاط هذه الدول وعلشان تعرفوا انها مجرد باربران وبتردد كلام تعالوا شوفوا المقطع ده على السلطات السعودية ألا تقبل بانتهاك سيادتها وانتهاك كرامتها وانتهاك سلطات تركية على السلطات ايش قلتون ايه؟ صعبية سمع على السلطات التركية ألا تقبل اتفضل يا سيدي مش عارفة بتقول ايه وبتهزي هو شلة المرتزقة اللي وراها زي اي منور هم اللي بيصلحوا لها كلامها وده لانها متبرمجة على التفوه بكلام هي ذات نفسها مش مؤمنة بيه ولا حتى فهماه رجل كان بكرا او انثى فالرجل بكرا كان او انثى ما مدى هنا اللتي هذا يعني يعني ف ولكنها بتقوله بس علشان تقبض المعلوم من الكفيل القطري اللي بيشغلها على كل حال يا توكل يا كرمان تغيرتك الحقيقة دي كانت بمناسبة مع قد القمة العربية الاستثنائية في المملكة العربية السعودية وانت توقعتي ان هي اخر القمم بل تمنيتي ان هي تكون اخر القمم اللي تستضيفها السعودية وطبعا ده ارضاء منك لغربة كفيلك اللي كلنا عارفينه بس مش واخد بالك يا توكل ان السعودية استضافت بعدها قمم تانية كتير يعني فيه قمتين خليجيتين مثلا استضافتهم السعودية غصبة عنك وعن اللي مشغالك مشغالك كرقاصة درارة ربعة بتمرسي العهر السياسي في كبريهات السياسة القذرة ده يغانتي وجوزك اللي هو جوز الست اللي بيلملك النقطة من المال الحرام اللي بيدفعوك فيلك من بلد لبلد تحردي العرب على بعضهم فالحبس بالصراخ المقبوط تمنوا على السعودية هو ده وضعك بالضبط يا توكل وانتش عارفة اننا عارفين انك كده بالفعل فانت لا منطق ولا علم بالسياسة ولا بتعرفة جمعك المتين على بعض واموالك فيلك هي اللي عملتلك بهرجة اعلامية فرعة ابقي سمعين صوت حنجرتك ضد الحوثي اللي استلم اليمن اللي انت دمرتيه واسيبك من شعب السعودية لانه بيحمد ربه كل يوم ان اعداء بلدهم عبارة عن مرتزقة من امثالك وكفاية لسعى لحد كده واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا